مرحباً لكم تاني مستمعين وهكلمكم دلوقتي عن آخر تطورات العدوان الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة النهاردة اليوم رقم 246 من العدوان على غزة ولسه جيش الاحتلال بيواصل قصف مناطق كتيرة في غزة وكمان في الضفة الغربية وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي 36731 شهيد و83530 مصاب من بداية العدوان لحد دلوقتي مبارح بس جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة رح ضحية حوالي 77 شهيد و221 مصاب لسه إسرائيل بتواصل تعانوتها في نهاية تقبل مفاوضات الوساطة المصرية القطرية الأمريكية علشان توقف العدوان أو توقف اطلاق النار وتنهي العدوان مش راضية إسرائيل توافق على المقترح الأمريكي الأخير لإنهاء الحرب الظالمة على غزة مؤخرا أصدر قادة 17 دولة من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإلمانيا أصدروا بيان مشترك البيان المشترك ده كانوا بيطلبوا في إسرائيل وحركة حماس بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار الدول دول أكدوا في البيان المشتركة على ضرورة الموافقة على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب والإفراج عن المحتجزين وقالوا إن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن هيؤدي لوقف إطلاق النار وهيوعيد تأهيل غزة بجانب ضمانات أمنية للفلسطينيين والإسرائيليين وإتاحة الفرص لسلام والسلام ده هيكون طويل الأمد أكتر استدامة وكمان هيساعد في تنفيذ مشروح حل الدولتين دول اللي في البهن المشترك هي الولايات المتحدة المملكة المتحدة الأرجنتين، النمسا، البرازيل، بلغاريا، كندا، وكولومبيا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسربيا، إسبانيا، وطايلاند المقترح الأمريكي اللي أعلن عنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا طرح خارطة طريق الوقف إطلاق النار وإطلاق صراح جميع المحتجزين وبيشمل ثلاث مراحل المرحلة الأولى مدتها ست أسابيع الست أسابيع فيها وقف شامل إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية من غزة والمرحلة الثانية فيها تبادل كل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين والإسرائيليين أما المرحلة الثالثة فهي خاصة بإعادة إعمار قطاع غزة الرئيس الأمريكي أكد أن الجهود لوقف إطلاق النار جهود مركزة وقال إن مصر وقطر وأمريكا هيتولوا متابعة ومرأبة مرحلة الاتفاق الدولي عايز أقول كمان إن المقترح الأمريكي ده بيعتبر امتداد لخارطة الطريق اللي رسمتها مصر علشان تنهي العدوان الإسرائيلي من بداية اشتعال الأحداث في شهر أكتوبر الماضي هنا بأكد برضو على إن الدولة المصرية مستمرة في بزل كل الجهود في مصار المفاوضات بين كل الأطراف من خلال الوساطة السلسية هي المصرية والقطرية والأمريكية للوصول لطريقة تنهي العدوان على غزة وفي نفس الوقت مصر مستمرة في زيادة دخول المساعدات الإنسانية لأهل غزة بكل الطرق وبكل الوسائل للتخفيف عن إخواتنا الفلسطينيين وخصوصا في مدينة رفح الفلسطينية كمان مصر بتواصل جهودها دوليا وإقليميا للضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني وهنا أنا بأكد على الجملة دي أنه مصر دايما بتواصل جهودها دوليا وإقليميا للضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني وليس من الجانب المصري لأنه معبر رفح بالفعل مفتوح من الجانب المصري